لكي يعيش حرا كريما في وطن يذل فيه الكرام تجاوز واقعه وتحدى شلله معتمدا على عكازين يوصلانه إلى شاحنته الصغيرة أو ما تعرف بالستوتة لتكون مصدر تحصيل القليل الذي يكاد يسد رمقه ورمق طفلتيه وزوجته المريضة أنا مثل ما شبته معه شلل رباعي ما عنده معين بشانه هذا المعين العائل شبت بيته تدفعنا بالعربانة وصلنا للستوتة أصعد الستوتة وأطلع على باب الله حصل لي كاروه مرات وأرجع للبيت وقلت شوف حالتي أنت عبوانا كل شيء نوري حامد ابن مدينة الكوت في محافظة واسط يعاني من شلل وفوق ذلك كله فقر مدقع وقلة حيلة لا جهة حكومية رعته ولا مسؤولا مد له يد العون أو نظر في حاله أهل الحي تبرعوا له بثمن ستوتة فاعتمد عليها في نقل البضائع الخفيفة مقابل أجرة متوسطها اليومي لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار حالتها تعبانا يرتع لها بيتها متهيكل سقف تشينكو حالتها تعبانا ومعه خطيئة يشتغلها في ستوتة وهي ستوتة أهل الخير سيشترواها إلى خطيئة وهو حالتها تعبانا وبيتها نسقض على 75 متر العمل المتواضع لنوري حامد ليس دائما إذ أن سوء الأحوال الجوية يعيق حركة شاحنته الصغيرة وفي تلك الأوقات حتى القوت اليومي للرجل يكون تحصيله مستحيلا إلا ما يجود به المحسنون الذين يعانون الفقر مثله هذا نوري خطيئة تعبان حالتي بالمطر لا يطلع ماكي شغل بالستوتي يعني شغلته تعبانا حيل نحن نساعده مثلا يريد لها تمانات شكري ملابس الجهالة الناس أهل الخير تجيب له وإحنا هم ما عدنا مثل تعباني نوري حامد بحالته هذه يجسد معاناة ملايين العراقيين ويصور وطنا يحاول أن ينهض معتمدا على ما تبقى فيه من روح يريد المفسدون تدميرها بشكل كلي